يعني أنا ما أعتقد أكون منصف لا بالعراق ولا في العالم بعد 19 سنة يقدر يقول هاي العملية السياسية ناجحة هاي العملية نقدر نقول عليها بكل شجاعة ووضوح أنه أفشل تجربة عمل سياسي مرت في تاريخ البشرية البشرية مرت في فشل سياسي سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر سنوات وبدأت عمليات التعافي مشكلة العملية السياسية في العراق أنه تدحرجها وتدحرج المجتمع معها مستمر وفي تسارع العملية كانت فاشلة بكل ما للكلمة من معنى فشلت الطبق السياسي لدخلها بالعملية نعم الطبق السياسي بأجمعها كانت فاشلة ونتاج هذا الفشل جر البلد إلى ويلات حرب طائفية قتلت من العراقيين أكثر من مليون شهيد فساد ضيع أكثر من تريليون دولار صحيح وانتشار الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية وتدخل خارجي اليوم إحنا لا يمكن أن نحسب منصب في الدولة العراقية دون رضا أمريكي أو إيراني أو سعودي أو إماراتي نعم لكن نقطة مهمة جدا سيدة